اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيديو البسيط ويومنا البسيط واتمنى حبايب قلبي اجبكم ما انا دائما قيلت لكم شوية البيت تعبان التصوير ما تقييدني فلذلك انتم عائلتي الثانية واهل وناسي راح بعد اصور لكم حتى لو البيت كانت تعبان لان انتم عائلتي الثانية وشي اكيد هذا واقع حال فما نقدر نغيره الحمد لله والشكر على كل حال ونحمد الله ونشكر اهم شي الصحة والعافية وراحت البال يا رب انا حبايب قلبي مثل ما شفتوا احنا طرموتنا كلاش صغيرة بلاش اتخسلها غسلت التوالية تكرمون حبايب قلبي من اسم التوالية غسلته وبعدين طلعت لكم بالطرمه انا انا غسلت حتى اللي مقطورة مال الماي ها طبعا الماي الماي النظيف اللي نشرب ويسمونا يعني احنا هنا محافظة ميسان ما يقارو يعني مو واكو تصفيات فلتر حسب يعني انتم اللي بس احنا لان ايجار ما اخلي فلتر لان مثل واحد اقول ايجار ما مستقر فلذلك مخلية مقطورة يعني المدوين ما واحد يشيل يعني يشيلها وياخذها بكل سهولة والفلتر هم مرات مو هل قد مثلي بسرعة يخربوا المهم حباي بقلبي هذا فيديو ونتمنى حباي بقلبي يعجبكم اذا عجبكم حباي بقلبي خلونا لايك منيتكم الحلوة واشتراك وتعليق حلو مثلكم يا احلى متابعين وطبعا اشكركم على ذاك الفيديو على مشاهداتكم وتعليقاتكم الحلوة ربي يسعدكم ويوفقكم بجاه النبي اللهم يرزقكم امير رب العالمين اللي ما عد ذرية يرزقه بالذرية الصالحة واللي ما عد بيت حالة من حالية يرزقه بالبيت الملك ان شاء الله وراحة البال والشفال المرضى واللي ما عد ذرية اللهم يرزقكم امير رب العالمين ويستر ابنياتنا ويستر ولدنا ويحفظنا من كل شر وكل مكروه امير رب العالمين دعوة غريب الغريب وان شاء الله مستجابة ولو انتم اهل وناس مغريبين هنا حبي اتصور لكم هيش الاخطات خفيفة احنا تعرفون بعد احنا من النظف لازم يعني نبلش فيد مرة غسلت الطرمة والتوالية وباوعت منها ومنها قدت شو القيزر صاير شكلة تعرفون لين برة تربة وهي واحنا جونا الحمد لله يعني مرات تربة مرات هوى عواصف فصاير شكله مو حلو يعني وهو بالمقدمة بالوجهية فانا دائما امسحنه جبت وصلتي ومسحته وصلتش بيدش ما حدي يفيدش تمسحين وترتبين وعلى قوتين يقول وهنا انا شغلت المطور وهنا انا هذا الابساطة فرشنة بالهول او الاستقبال انتم او الصالح كل من حسب يعني ليسميه يعني مو ذاك الاهمية بس مرات الجهر يقعدون يعني برة هنا بالطرمة ويفرشونه حبيت اغسل النوايا قدت فد مران بعد غاسلة غاسلة بعدين اذكرت لما انغسلت الطرمة قدت يلا ما يخالف الطرمة هم لازم نظيفة لازم اذا نغسل فراشات وهنا طبعا مساعدة بتي شهودة فهذا الفيديو حبايب قلبي ففيديونا تحفيز وغير تعليمي احرف كلكم تعرفون ومعدلات حبايب قلبي بس احنا روتيناتنا يعني تحفيزية هنا اغسلت وبعديا نعدي دجاجة هنا انا بخليتها جو السينيك تعرفون من المجمدة واحدة طلحها جامدة بينما اكمل شغلي ارقى الدجاجة مالتمايعة هنا انا مثل ما شفتم الاضافات خليت خلقه بيض وخليت ملح وانا اضفها كله زيان واخسلها طبعا انا غاسلتها ومخليتها بس يعني اريد ان اضفها واخلي الزفرة تروح اذا الدجاجة كان بيها الزفرة الخل الابيض والملح يكتل الزفرة حبايب قلبي هنا انا بوقتها قطحت الدجاجة قسمين قسم سويته غدانة وهاي ورا يعني اربحة ايام ثلاثة ايام يالله الدجاجة تبلت يالله سويتها هسا راح تشوفون حبايب قلبي التفاصيل هنا انا لازم نثقه بالدجاجة على مودي تدخل بيها التوابل والملح والهاي اصير يعني كلش طيبة اذا تبقى بكبورها يعني حتى بالاستوام وها القد بس اذا شرحونها حتى بسرعة استوه هنا انا التوابل عدي كركم على شوية فلفل اسود خاشوقة ملح خاشوقة شكر مالكوب الشكر حبايب قلبي يساوي بين الحموضة لماندوزي هنا انا عدي ثوم على ابتين واذا ما حابين الثوم عادي تستغنون عنه واللي حاب الثوم عادي يخلي ثوم وهنا انا راس بصل هم فرش هم سويته وطبعا بصل هم خليه مجفف واذا عدكم ثوم مجفف عادي تخلونه وتستغنون عن هذا الثوم هنا ادي ليمونه وكسرته شوية بالخل الابيض والكشور مال الليمون هم خليته وفلفل اسود وبابركة حمرة وانتم حبايب قلبي حسب اللي موجود عدكم تخلونه يعني اي شي هو تخلونه للدجاجة وتتبلونها بيه تصير كلش طيبة حتى لو بس خل ابيض او خل ذاك اللي مال البدوي اي خل الموجود عادي تخلونه وتتبلون الدجاجة وتنقعونها الخل حبايب قلبي يخل الدجاجة تصير طريح اذا عدكم زبادي اوروبا عادي تخلونها هم ما تصير كلش طيبة هنا انا مثل ما شفتم خليت الدجاجة جمالتنا تبلتها وخليتها تقريب بقت ثلاثة ايام هاي ما طل قبل ما هاي ردت اسويها طلعتها هنا انا خذية رشية ملح للهذا اللي راح اسوي حبايب قلبي بالبايركس الحراري هنا انا بتيتي على شوية بصل طماطي فلفل اخضر وانتم تتحكمون بالخضروات اللي حابينها حبايب قلبي لا تتقيدون بشي اذا كان ما موجود عادة تستغنون عنه هنا انا طبعا الدجاجة اللي ما يمالتها اللي قدامكم نقحته بي ذبيتها لان بريحة الثوم قوية واحنا الجال يعني يضوجون من ريحة الثوم الصراحة لا تريدون نقللهم الثوم هنا خليت خاشوقة معجون طماطي وخاشوقة تقريب من الدبس الرمان وهنا انا ملاحظة حبايب قلبي نسيت تخلي الدهن الزيت الدهن الزيت يطلمعه للدجاج من تخلونه بس نسيت بس بعدين من غلفت الدجاج الذكرت انا ما مخليه دهن بعدين مو قدامكم مو بالتصوير خليه الدهن ودهنت الدجاج على موت شكلها يقطع حلو هنا انا خليت شوية ماي وخليتها فوق التبس لان هي راحة الصراحة هم الذب ماي لا تخلون اي ماي انا خليت هاذ الماي وصار كل شوية يعني هو يا دوب يعني نص استكان او اقل هنا نسل فنتها كل الزين وذا عدكم ورق زبدة عاد تخلون ورق زبدة فوق الدجاجة من الألمنيوم لان على مود الصحة بس احنا لان دائما مو نشوي بالألمنيوم يعني بالشهر بالشهرين مو دائما يعني نشوي فما خليت ورق زبدة لانشان ما متوفر عدي اذا انتم متوفر عدكم اتخلونا على مود يعني صحتكم حبايب قلبي وانا الدجاجة مالتنا مثل ما شفتم شلت السليفون من عدها وخليتها شوية تاخذ لون انانا لونها كان كلش حلو هنا انا جبت الفرشة اتهنها على مود الشكل مالها والمنظر يصير كلش حلو وها من نفس الوقت الحموضة والهاي اللي سحبتها كلها اخليها بالوجه هنا انا طبعا جنونة مشاركتني تريت هي تتهن الدجاجة قالت هذا المي الحامض خلينا انا اتهنها به فتعرفون دائما الجاهل يعني از اصغر واحد يعني دائما يبقى متعلق باموي الصدقون والله يعني مرات حتى نوم ما تنام الا اجي يمهي نروح نام ابوه اشنايم اخوان اشنايمين مراتان تعرفون يعني احنا البيت يعني نبقى نتحرك بيه لا طبخ يعني شكو نباوع من نام من نام فمرات اعوفا اشغلي اجي يمهي لما نتنام واقوم ارتب شكو وراي انتم همهي احبايب قلب وكتبونا بالتعليقات هنا انا اللي اتمن ما انا ما اطبخت وياكم لان اتمن الصراحة عدنا قبل يوم وخليته بالفريز ما الثلاجة جميت وطلحت تحميته تم من عمبر احمر وشعرية وسهمكم حبايب قلب وسهمنا الف عافية وتمنيتكم ويانا حبايب قلبي وبكانكم خالي هنا اطرشي طبعا نص كيلو من السوق السوق المزقوف اطرشي كلش طيب مانهم هنا حتى العرنوس او الذرة انتم شا سمون حبايب قلبي هم مسوينا بس الكيلو مات بثمانية هنا انا هذا كل النص كيلو ما طرشي بلفين ونص بس طرشي كلش طيب حتى قو جوية وانا اخيرا اذكرنا الصمون لان سيف ودي اتجاب لنا صمون بعدين اذكرت قلت لهم شو احنا حطينا السفرة والصمون ما كو بعدين جاب والصمون وتعشينا وسهمكم حبايب قلب ألف عافية هنا حبايب قلبي اشوفكم الفيديو جديد مع ألف سلامة شكرا للمتابعة حبايب